السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة ومدونة أبا أحمد للربح الحلال النهاردة جاي لكم بشرح حصري على القناة بتاعتنا واحنا عارفين طبعا معانا كل حصري وكل جديد نخش على الشرح على طول علشان ما نطولش الفيديو ده ديت كانت مقالة أنا كتبتها من تقريبا شهرين تمام زي ما انت شايف كده بقول لك بدأ موقع الفيسبوك منافسة قوية مع موقع اليوتيوب ماشي وإلى آخر المقال فبيقول لك ربح المال من الفيسبوك هل يا طرى ده يتحقق ولا لأ ده الكلام ده كان من شهرين وكلنا طبعا اتمنينا للموضوع ده يتحقق لأننا كلنا يعني يعني بجد ارفنا وزيئنا من اليوتيوب بعد الحمل اللي هو عملها في 2016 من إغلاق الآلاف من القنوات ويخسر ناس كتير جداً ويضيع تعب ومجهود ناس كتير جداً ومن ضمنهم أنا شخصياً كان عندي قناة كبيرة جداً جداً وفيها عدد مشتركين كتير جداً جداً وكنت بغسر منها كويس وللأسف اتقفت القناة وتقفل غيرها وتقفل غيرها يعني لدرقة اللي أنا زلت شرحة على الفيديو قلت وداعاً شرحة اليوتيوب قلت وداعاً ليوتيوب لكن النهاردة أقدر أقوله فعلاً وداعاً يوتيوب إحنا جت لنا شركة قوية جداً 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 هتنفسك وهتزيح الغمة اللي أنت بتحضطها على صدورنا وقلوبنا جالنا فيسبوك طبعاً فيسبوك اتكلمنا قبل كده أقولنا اللي هو بيدرس خطة يحط الإعلانات على الفيديوهات زي يوتيوب لا دا النهاردة كمان هو نزل فعلاً الموضوع دا بقى رسمي يا جماعة واتطبق فعلاً مش في دول أجنبية بس لا اتطبق فعلاً في دول عربية زي ما هنشوفه النهاردة تمام فهنيئاً لنا جميعاً اللي احنا نقدر نكسب من منصة كبيرة زي منصة فيسبوك وهي هتزود فرصة أنك تربح المال لأن طبعاً احنا عارفين أغلب الناس بنسبة 80% قاعدين فتحين الهواتف بتاعتهم وفتحين الكمبيوتر بتاعتهم على فيسبوك و20% فقط من الناس هم اللي فتحين الهواتف أو فتحين الكمبيوتر بتاعهم على يوتيوب فبالتالي فرصة الربحة هتزيد جداً 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 أكتر من يوتيوب تمام؟ تمام النهاردة ده الموقع هوت المنصة الجديدة اللي عملها فيسبوك علشان تقدر تربح من خلالها المال فهنا بيقول لك هوت يمكنك تحقيق الأرباح من تطبيقاتك ومواقعك على الويب المخصصة للهواتف المحمولة عبر إعلانات لأكثر من أربعة ملايين معلنة على فيسبوك وهنا بيقول لك تعرف على المزيد وابدأ الآن ابدأ الآن إذن الموضوع اتطبق فعلاً وبقى متاح حالياً في مصر وحالياً في الدول العربية فهنا بيقول لك بيشرح لك ثلاث خطوات سهلة يمكنك تحقيق الأرباح من تطبيقاتك ومواقع للهواتف المحمولة بسرعة وإلخ إلخ إلخ وهنا بيقول لك إضافة الرمز البرمجي إلى تطبيق الهواتف دي طبعاً للمبرمجين اللي هم طبعاً بيصمموا برامج أندرويد إن شاء الله عندي لك بشرى جميلة برضو قريب جداً هنزل دورة شاملة وبسيطة وسهلة بدون تعقيد وبدون الرسك وبدون فوتشوب وبدون تعب وبدون يعني برمجة عكسية وهندسة عكسية لا هنزل لك دورة بسيطة جداً جداً تقدر تصنع منها برنامج أندرويد وتربح منه أرقام كبيرة جداً جداً ومش أندرويد بس خلال ممكن تعمل برنامج للآيفون وتقدر تنزل فيه إعلانات وتربح منه فهنا موقع فيسبوك بيقولك أنا ممكن تستخدم الإعلانات بتاعتي إنك تحطها في برنامج تمام أندرويد أو آيفون أو أنك هتحط هيبقى نظام بانر هيظهر عندك في الموقع بتاعك لكن هيظهر فقط على المحمول يعني مش هيظهر على الكمبيوتر تمام هو بيقولك ومواقع للهواتف المحمولة ومواقع للهواتف المحمول يبقى إذن الإعلان هيظهر فقط على اللي فتح الموقع من على محمول تمام ليه يا جماعة هو بيقولك كده لأن معظم اللي بيفتحوا فيسبوك أو بيفتحوا بيتصفحوا الفيسبوك بيتصفحوا من خلال المحمول فبالتالي الإعلانات بتاعتهم أما تكون من على المحمول هتجيب نسب مشاهدة لإعلانات كتير جدا وبالتالي فرصتك كمان أنت كمان هتزيد في الأرباح وبعد جدا إن شاء الله أكيد هيتطوروا العمل وتبقى متاحة زي أي موقع إنك تقدر تظهر الإعلانات ديت على المتصفح العادي أو على الهاتف تمام وأنا بقول لك ممكن تجرب أي برنامج من البرامج ديت علشان تقدر تشوف الإعلانات الموجودة عليهم وهنا بيقول لك أكتر من 4 مليون معلن على فيسبوك طبعا الإعلانات بتاعتهم هتظهر على المنتج بتاعته مش بس كده جماعة يعني مش بس هيبقى الربحة من خلال الموقع أو من خلال برنامج أندرويد لا ده كمان الربحة هيبقى من خلال الفيديوهات بتاعتك أنت تقدر كمان تربح من خلال الإعلانات اللي هتظهر على الفيديوهات الخاصة بك تمام وهعرفك إزاي تشترك في المواضيع دي قل لها وإزاي تحط شفرة الإعلان كمان بتاعتك في الموقع وتقدر تشتغل وإن شاء الله بشروحات تانية هعلمك إزاي تحط الشفرة في البرنامج الأندرويد اللي أنت تقدر تصنعه فبيقول لك البدء في تحقيق الأرباح من تطبيقاتك ومواقعك قل له تقديم طلب الآن وإملأ البيانات تمام اللي هتظهر معاك أنا طبعا سجلت فدخلني على طول للخانة دي إنما طبعا أنت هيتطلب منك تسجيل أولا فبيقول لك هو التحقيق الأرباح ابدأ الآن فبيقول لك الربح يعني أنا مسجل بالربح الحلال تمام فبيقول لك هو تحقيق أرباحك من تغربة على الأجهزة المحمولة تمام واستخدام إعلانات أصلات تناسب مع تصميمك تمام وعرض إعلانات زياد خيارات استهداف عالية تمام هو بيبدأ يقول لك متابعة يعني أنا أطبع معك الخطوة طوات متابعة تمام فبيقول لك هنا هو أنت انشئ موضع إعلاني طبعا ده أنا عامله الصفحة فكه مشترك في الموقع النهاردة جماعة وحبيت لأنه نزل لغو الشرح لأن أنا بحب أسيب حاجة لنفسي لا أنا بحب أشارككم كل حاجة ونشارك كل حاجة مع بعض تمام فبيقول لك هنا هو أنشئ موضع إعلان فنضغط عليه طبعا أنت بعد ما تسجل هتكتب الاسم هنا وتكتب مثلا وتحدي التنصيق هتخلي أصلي أو إعلان خلالي تطبيق فقط هذا يظهر على التطبيق بس أو شعار هنخلي أصلي تمام ونسيب كل الإعداد زمهية ونضغط حفظ تمام هاي جي لك بعد كده على الخطوة التانية اللي هي إنشاء اختيار موضع الإعلانات تمام هتنزل تحت كده هيقول لك هنا الحصول على رموز HTML البرمجية تمام وهنا الحصول على الرمز لو عاوز تحطه على الهاتف بتاعك على المحمول تمام خلي بالك هنا لو هتحطه على المحمول وهنا لو هتحطه على الموقع بتاعك تمام فنقول ناخد عشان نحطه على الموقع فهنا بيقول لك اختار برضو لو انت عاوز تاخد بانر معين او هتسيب اصلي يعني زي مستجاب عندنا في AdSense يعني اصلي زي مستجاب عندنا AdSense وهنا بيقول لك لو هتختار انت الحجم اللي انت عاوز فنسيب اصلي او شوف لو انت نسخ رموز HTML البرمغي نسخ 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 نقفل الديت وهنروح على الموقع بتاعنا مثلا وهنقول تخطيط هنا كده زي ما بتحط اي اعلان انت يبدو ضعيف عندي شوية هنفصل اللحظة هنبدأ نحط في اي مكان هنا فلنفرض مسلا هنحط هنا كده ونضغط على اداد HTML جافا سكريبت وهنضغط نقول بست تمام ونقول حبز ونقول عرض المدونة خلي بالك مش هيظهر معاك حاجة تمام يعني مش هيظهر معاك هنا في المكان ده حاجة احنا حطنو في المكان ده كده فمش هيظهر معاك حاجة في المكان ده تمام اكيد انك محطتش حاجة ليه لانك لو رجحت هنا وطلعت فوق حطت الموس هنا كده عندي ارسال طلب اعلان فهيتلا بيقول لك ارسال طلب اعلان بالنسبة الى طبقات الهواتف لا هنا كده اه مرجعة الموضوع يقول لك تتم الان مراجعة مواضع الاعلانات التي انشأتها عادة ما تستغرق هذه المسألة حوالي يومي عمل خلال هذه الفترة لن يشاهد الاعلانات الا المسؤولون والمطورون التابعين لك تمام يبقى اذا ما فيش حد يقدر يشوف الاعلان ده غير لما فيسبوك توافق على الاعلان وبالتالي هيبدأ يظهر عندك في الموقع بتاعه وبكده يبقى مبروك وتكمل بعد كده الخطوات اللي هتطلب منك انت لسه فينا الخانة رقم اثنين الى ان يتم الموافقة على الطلب اللي انت قدمته تمام فسارع واشترك في هذا المجال طبعا انا سيب لك الرابط اسفل الفيديو علشان تخش تشترك فيه على طول تمام وابدأ حقق ارباح من فيسبوك وداعا يوتيوب وشوفكم في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بس قبل لما تقفل لو عاجبك الفيديو اضغط اعجاب واشترك بالقناة ليصلك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته